المخلل بتاع البصل انا حطيته سلقته سلقته سلقة بالشكل ده كده قشرته سلقته نص سلقة مش سلقة كاملة نص سلقة وهو بيتسلي عملتي ايه؟ انا عايزة بقولها كبيرة شبيب خلاص يا هده انا تصرفت بيش بيقول لك تصرف سلقته نص سلقة عادية خالص بمية وبشوية ملحز غنانين خالص بس مش ملحة عادية انا سلقته نص سلقة في مية مغلية ومعلقة صغيرة من ملح اللون ليه؟ علشان احافظ على القوام بتاعه وميتهريش رجعت بعد كده كان سهل جدا ان انا اقشره بالشكل ده طيب هعمل ايه دلوقتي؟ محتاجة فلفل احمر سليم بالشكل ده وممكن تعمليه حلقات بس انا هخليه سليم بصراحة وهحط معايا حبة من الجزر وهحط معايا حبة من الفلفل الاحمر المفروم وخلاص على كده وهعبيهم في بطرمان وحط عليه الخليط بتاع اللي هو التخليل او الملح اللي هو بتاع التخليل عايزة تعمليه ابيض خالص زي ما بينجيبه من برا كده من المحلات ما عنديش مشكلة بس انا بصراحة بحب حدة ايه؟ ان المخلل بتاع البيت يبقى مختلف عن بتاع براه لما احنا ليه عاملينه في البيت معشان يبقى ان هو مختلف عايزة نخلل البصل يبقى سادة ما فاش اي مشكلة هتسلقين نص سلقة بملح اللمون ويق الميا وترجعي بعد كده هتعملولي المحلول بتاعه بس ما بيحطلهش بقى شطة ولا اي حاجة هو بيبقى عبارة عن مياه وملح وسكره بس وبتخديه بعد كده تحطيه في بطرامان وتبدأي تسقي وخلاص بسم الله ناخده بالشكل ده تيبا طيب النص سلقة ده بقى ناخده واناكله بعد قد ايه بعد اسبوع بالزبط اسبوع بالزبط وتكوني واكلة مخلل البصل عايزة تحطيش الفلفل دوت شرايح صغيرة علشان يستوي معاك بسرعة ما عنديش اي مشكلة بس انا بالنسبالي بحب الفلفل ده اصلا يفضل للاخلي يعني ما بستخدموش للأكل عايزة تستخدمين للأكل وبتحب الفلفل الحمي تبدأ تقطعيه شرايح وتحطيه مع البصل هيتطلع معاك في منتهى الجميع اسهل مخل البصل في الدنيا واسرع مخل البصل في الدنيا طيب نيجي كمان يا حمدي بقى دلوقتي للجزر الجزر محتاج ايه المحلول بتاعه وبس انا مش هحط معا الحاجات دي كلها محلول وبس كل اللي هاخده حبة من الفلفل الحمي يلا بينا مقدير مخلل البصل معانا على الشاشة بتقول ان احنا معانا ايه معايا كيلو بصل صغير او ورمة زي ما حضراتكم شايفين كده معايا جزر مبسور فلفل احمر حامي مبسور اه مفروم قصدي عصير لامون وخل وزيت طبعا الخل واللمون انا حطاه اصلا في الخليط اللي هاسقي بي دلوقتي وحطين في الخليط سكر وحط فيه ورق لورة وحط ارفة خشب وقرنفل صحيح وملح كل دوت محطوط في الخليط طبعا عشان انا عاملة الخليط دوت لكل حاجة ومحطتش معاه القرنفل فالقرنفل هحطه مع البصل في البطرمون دلوقتي حيلا طيب ننزل المخلل بتاع الغذر كمان وهنخلي الزيتون اخر حاجة نعملها يلا بينا شفتوا سهل ازاي الناس اللي هي بتعشق مخلل المخلل المرادي اسهل منه مفيش ايدي القرنفل اهو هحط له حيلا دلوقتي يعني مش كفايا انا يبقى له هو ايدي اللورة المحلول منحرمش منك يا رب يخرس المقادير بتاعت الجذر بتقول ايه مخلي للجذر يا حمد معايا كيلو جذر متقطع زي ما حضراتكم شايفين كده او ممكن تقطعوه حلقات ما عنديش اي مشكلة ربع كيلو فلفل احمر حامي عصيل لمون ومية مغلية وسكر وبابريكا زي ما انتو شايفين كده انا عملت الخليط كله واحد عشان اخلل بيه كله مرة واحدة ونيجي على الوش ونحط الزيت شايفين ما خلل البصل يفتح النفس ازاي حاجة كده في منتهى الجمال ده تكلو منه ان شاء الله باذن الله مش هنكمل اسبوع ان شاء الله ونكون فاتحين عليه ووكين منه لان هو مسلوق مص سلقه نقفل كده غطانه الحلو اهو طيب المخلل بتاع الجزر دلوقتي هنعمله بس التقطيه عاملت ازاي التقطيه نفسها زي ما انتو شايفين كده عايزين تقطعوها حلقات ما عنديش اي مشكلة مش هتقولكو لا والله ايا كان اللي انت عايزاه اشتغل بيه مفيش حاجة اسمها كواعد ستة لا اصلي لازم الجزر يتقطع بالشكل لا فيش الكلام ده قطع زي ما انت عايزي يعني انت لو قطعتيه حلقات مش هيتاكل هيقولك لا انا لازم ما بتقطع صوابع وفيش الكلام ده اعملي اللي انت عايزيه طيب ما خليل الجزر كمان اه مطرمانا قدامي وبدور حاليا مصه بقى كده اه دي الجزر اهو هعمل ايه انا كل اللي هعمله هقلب معاه حبة فلفل احمر ومش عايزة اكتر من كده اه عشان بس يديله شوي سند حرقان شوية ويبقى لونه احلى وشكله احلى لكن انا كده كده اصلا حطه في المحلول حطه شطه وحطه فلفل بالشكل ده كده عناية الاثنين بص المنظر عامل ازاي طيب باللي احنا عاملينه ده يا حمدي بالمحلول بتاعنا ده اللي هو فيه لمون وفيه خل طبعا الخلي يا جماعة بيسوي اسرع كمان من اي وقت يعني لو انت عايز الموضوع يقعد معاكي بس انا حطه على انه هو يعني يحفز لي شوية على المخلل بتاعنا طيب المخل ده اللي هو الجزر حطه طبعا فيه سكر عشان يبقى فيه التكاية والارمشة اللي احنا بنحبها ما يبقاش انه هو مهري هيقعد بعد قد ايه او ناكل منه بعد قد ايه هناكل منه بعد 15 يوم كل المخللات دي انا هخليها تمام مش هعمل فيها حاجة علشان تبقوا شايفين معي هنحط على الوش زيت والكلام ده كله لا انا مش هحط لامون هحط زيت بس بعد ما حط المحلول بتاع التخليف طيب واحنا بنحط المحلول كده نتكلم عن الزيتون شوية حمدي علشان هناخد فيه حبة حلوين في الكلام الزيتون فيه تفاحي وفيه عزيزي طيب امتى اخلل ده وامتى اخلل ده الاتنين ممكن تخليلهم في نفس الوقت ما فاش اي مشكلة بس التفاحي فيه ناس كتير كانت بتشقه وانا واحدة من الناس اللي كانت بتشق الزيتون تمام لكن دلوقتي اتعلمت حاجة تانية مختلفة ايه الحاجة التانية المختلفة ان انت لو عايزة ان انت لو عايزة الزيتون يعود معاك من السنة للسنة من غير ما يتهري منك مش هنشقه لكن لو انت عاملة كمية صغيرة وعايزة تكليه بسرعة ومش هيقعد معاك للسنة للسنة هنشق الزيتون طيب ايه اللي يتشق و ايه اللي ما يتشقش العزيزي يتشق عشان بياخد وقته اكتر في التسوية لكن لو هتعمليني تفاحي ده ما يتشقش علشان الطبقة بتاعته اصلا واللحم بتاعه بيترق بسرعة و ما بياخدش وقته في التسوية طيب انت النهاردة عاملة ايه انا قلت لكم ان شاء الله بازن الله ان انا عاملة فيه مخللات هنفتح عليها بسرعة وفيه مخللات هنسيبها الرمضان الزتون ده احنا هنخلي الرمضان طب ينونا في المرارة والكلام ده كله كل ده لو خدت تسوية بتاعته الصح ولا هتلاقوا فيه مرارة ولا الكلام ده كله بص يا حمد لله قزر ما شاء الله عليها اعمل ازاي المخللات ليه بتريم لو عملت الميا من الحنفية ليه بتريم لو الميا مش مغلية الميا تتغيلي كويس اوي عشان تديك النتيجة اللي انت عايزها تتغيلي كويس وتتساب تبرد عشان تديك النتيجة اللي انت عايزها طيب نرجع للزتون حطيت فلفل والزتون بتاعنا هو دو بتغسل بس علشان وهو من عند الخضري ولا نقعته في مصفة ولا نقعته في طبق علشان ينزل المرارة بتاعته ولا الكلام ده كله سامعة واحدة دلوقتي حبيبتنا بتقولي طب ما احنا كده لما نجي نخليله ونجي ناكله هنلاقيه ممرر لا يا ست الكل مش هتلاقيه ممرر ولا حاجة مش هتلاقيه ممرر ولا حاجة ما تشقهوش ما تشقهوش الزتون علشان يعد معاكم مدة طويلة وياخد براحه في التسوية تيجي تاخذي لاخر حبة من الزتون تلاقيه مسك نفسه ولا مهري ولا بايز ولا الكلام ده كله ادي زتون وحطة معاه فلفل اغضر بالشكل ده ونحط معاه جزر ونحط معاه فلفل حامي مفروض كل ده كده سنة من الخل حوالي ربع كباية على الاتنين كيلو وقادي لمون معصور وقلت ده كله كده مع برطه انا يعتبر خلصت وطا ده حقيق ادي الخليط بتاعنا اهو يا حمد شايف انا بعمل ايه حطيت معاه كمان فلفل حامي احمر شايفين المنظر عامل ازاي كده الزتون جاهز معا جاهز معايا لايه وروح حطة كمان حبة زيت كده من جوه جاهز معايا لايه جاهز معايا انه هو دلوقتي يتعبف البطرامانات بتاعته وحطنه المحلول بتاع التخليل واسيبه من السنة للسنة هيتفتح ان شاء الله على رمضان وتفضلي تكل فيه من رمضان لحد احنا في شهر ايه تسعة لحد تسعة الجايف ده لو انت عاملة كمية حلوة عاملة كمية قليلة يبقى على رمضان هتفتحيها وان شاء الله في شهر رمضان هتخلص مني ويتلع معاك زي الفن يبقى تاني الزيتون عملنا فيه ايه الزيتون ما بيتشقش مش هنشقه علشان يقعد من السنة للسنة لو انت عايزاها هتكليب سرعة وعايزاها يدوب مثلا هو 15 يوم هنقول 20 يوم بالكتير وتاكل منه اعمل اللي هو اللي بنشقه بنحطه في المصفى ونحط عليه ملح ونبدأ ان احنا نغيرله كل يوم المياه اللي تنزل منه عشان تنزل منه المرارة فيستوي معاك بسرعة فبالكتير اوي 15-20 يوم تكوني واكلة منه وهو بطرمانين ثلاثة هتخلصيهم خلاص الموضوع خلص لكن لو عايزا ان هو يقعد معاك مدة كبيرة هتبدأ ان انت تجيبيه ولا تحط عليه ملح ولا تحط عليه مياه ولا الكلام ده كله ولا تشوقيه ولا اي حاجة من ده كله يدوب تخسليه نبدأ نشتغل به تشيليه لرمضان بإذن الله تفتحي عليه لرمضان تكلي منه اللي هتكليه ويكمل معاك طول السنة حبة الزيت اللي على الوش دول هيبقوا حافظينه تمامه زي الفل اشتركوا في القناة